إذن بداية أقرت الحكومة جملة من الإجراءات الخاصة بتطوير شعبة الحبوب حيث تم وقف استيراد القمحة الصلب نهائيا لأول مرة منذ عقودة بعد تحقيق فائض في الإنتاج هذه السنة كما أقر مجلس حكومي مصغر خاص بشعبة الحبوب إجراءات لخفض الواردات وترشيد الاستهلاك وتطوير قدرات الإنتاج خاصة في مجالي القمحة اللين وعلى رأس هذه الإجراءات الرفع من سعر شراء منتوج القمحة اللين عبر كامل التراب الوطني وتقديم تحفيزات لمنتجي الحبوب خاصة في منطقة الهضاب العليا والجنوب إلى جانب مراجعة الإطار المنظم لتسويق الأسمدة ونقلها واستعمالها والإجراءات المتعلقة بها من جهة أخرى أقرت الحكومة حصصا من القمحة المدعم لكل المحاولين في حدود 40% من قدراتهم التحويلية